اشتركوا في القناة الله هو دايما الفاعل وعلى فكرة فرق كبير جدا جدا بين الله حسب المفهوم الكتابي وبين اي اله تاني لان الله حسب المفهوم الكتابي او الله الحقيقي هو دايما بياخد المبادرة وهو اللي بيبدأ الله لم يكن على الاطلاق في كتابي رد فعل دايما هو الفاعل انا بشوف اله كتير وديانات كتير بتشوف ان اله هم رد فعل يحصل حاجة ويعمل حاجة يحصل حاجة يعمل حاجة لكن لا الله هو الذي دبر خطة الخلاص من البداية حتى في وضع العداوة يعني الله في العادة الخديمة وضع عداوة هل الله يوضع عداوة؟ وضع عداوة بين الإنسان والشيطان في تكوين ثلاثة خمستاشر لما بيتكلم عن وضع العداوة بين الإنسان وبين الحية وفي وضع العداوة وعد بالخلاص لأن نصل المرأة يصحق رأس الحية فبنشوف هنا هذا الوعد والنبوات كلها بتقودنا من خطوة لخطوة إلى الحمل الوحيد الزبيح الوحيد القربان الوحيد اللي هو شخص ربنا يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر